ضمن صراء سياسي لا يعرف حدودا ولا نهاية ويتصعد كل حين يواجه رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي واحدة من أصعب المراحل مع عزم قوى سنية سياسية على الإطاحة به بالتفاهم مع قوى الإطار التنسيقي ومنذ تشكيل الحكومة برئاسة السوداني صعدت الميليشيات الموالية لإيران لهجتها ضد رئيس البرلمان على خلفية التحالف الثلاثي الذي عقده مع التيار الصدري قبل انسحاب الأخير من حلبة الصراع السياسي بوادر الحراك نحو عزل الحلبوسي تبدو أكثر جدية في الفترة الأخيرة خصوصا مع الحديث المتكرر من شخصيات سياسية سنية عن الوصول إلى مراحل غير مسبوقة في سياق تحقيق هذا الهدف مصادر سياسية كشفت أن كتلا سنية يحركها الإطار التنسيقي هي من ستتولى مهمة التصعيد ضد الحلبوسي وزيادة الضغط عليه من أجل إقالته قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات وتشير المصادر إلى أن العلاقة القديمة بين الحلبوسي والتيار الصدري أثارت مخاوف الإطار من تشكيل جبهة منافسة لها في انتخابات مجالس المحافظات تعيد التوتر إلى ما كان عليه أو أشد قبل تشكيل حكومة السوداني مؤسسة قالب الدولية بدورها قالت إن التقلبات السياسية الكثيرة للحلبوسي وتمدد نفوذه في مفاصل الدولة لسيما في محافظة الأنبار شكلت مصدر إزعاج للإطار التنسيقي الذي يعتبر تراتبية المحاصصة الطائفية خطا أحمر لا يسمح لأي كتلة أو حزب بتجاوزه ورغم تغير الواجهات في المشهد السياسي منذ بدء العملية السياسية إلا أن عقلية الحكم لم تتغير حيث كل القوى الهامشية محكوم عليها بالدوران في فلك القوى النافذة المرتبطة بإيران وأي طرف من الكتل الهامشية يحاول النفوذ إلى مراكز القرار تتم إقالته وإحراق أوراقه